هذه التفاصيل وأذهب لك جويس من رميش جنوب لبنان وأسألك هنا عن القرى الخمسة وعشرين التي طلب الجيش الإسرائيلي بإخلائها من شمال الليطاني هل فعلا بدأت عمليات الإخلاء إضافة إلى تطورات المشهد في الضاحية الجنوبية في بيروت سلسلة من الغارات المكثفة اليوم استهدفتها وأيضا الوضع على الحدود في ظل حديث إسرائيلي عن بطء في قدرة إسرائيل على التقدم أبدأ من الحدود رولا ودعيني فقط أشير إلى أننا نقف في نقطة مواجهة لأربعة مواقع إسرائيلية هذه المواقع الأربعة هي مواقع الراهب ثكنة برانيت سعسع وميتات هذه المواقع الإسرائيلية الأربعة اليوم تعرضت طيلة هذا اليوم لقصف من الجانب اللبناني باتجاهها وإنما أيضا من سكنة برانيت أطلقت المدفعية الإسرائيلية القصف باتجاه عيت الشعب وكذلك باتجاه يارون ومارون الراس يارون ومارون الراس هاتين البلدتين التي تشكلان اليوم إحدى المحاور التي يحاول منها الجنود الإسرائيليون التسلل باتجاه المواقع اللبنانية أو الأراضي اللبنانية إضافة إلى نقطتي العديسة نحن نتحدث إذن عن أربعة نقاط أساسية فيما يتعلق بمحاولات التوغل البري حتى هذه الساعة هذه المحاولات تفشل تحصل اشتباكات واستهدافات عند نقطة بداية الأراضي اللبنانية أعني عند نقطة الحدود مباشرة تحصل هذه العمليات وإنما أيضا بحسب بيانات حزب الله تتمركز قوة إسرائيلية في إحدى النقاط في خراج بلدة العديسة وهي نقطة قريبة أو محيطة بموقع مسكاف عام الإسرائيلي نتحدث عن أربعة مواقع إسرائيلية مواجهة للقرى والبلدات هذه التي يحاول منها الجانب الإسرائيلي التوغل ولكن هنا أيضا لابد من الإشارة إلى أن حزب الله لا يستهدف فقط القوات الإسرائيلية عند هذه النقاط المتاخمة للحدود عندما يحاولون التسلل وإنما أيضا نحن نتحدث عن استهداف هؤلاء في المواقع أو في محيط المواقع الإسرائيلية والتي هي تبعد أمتارا عن الحدود وهنا كذلك هذا ما شاهدناه في موقع الراهب وفي ثكنة برانيت استهداف لأي تحركات نعم شكرا لك جايس الحاج خوري كنت معنا من رماشة جنوب لبنان على كل هذه التفاصيل شكرا لك